أهلا بيكم في فيديو جديد وخبر جديد مع مجلة الحياة معنا النهاردة خبر صادم بخصوص الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي بعد إصابتها في فيروس كورونا تابعوا معنا الفيديو للآخر علشان تعرفوا التفاصيل بالكامل عن حالتها الصحية من حوالي 20 يوم انتشر خبر إصابة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا بمجرد الانتهاء من تصوير مسلسل لعبة النسيان وتم نقلها المستشفى أبو خليفة للعزل في الإسماعيلية وبعد أيام تدهورت حالتها وتم نقلها من غرفة عادية للرعاية المركزة لوضعها على جهاز التنفس الصناعي ومن أيام تداولت أخبار عن إصابة الدكتور محمد خالد الدكتور المعالج للفنانة رجاء الجداوي ومدير وحدة الرعاية المركزة في مستشفى أبو خليفة للعزل في الإسماعيلية بفيروس كورونا وأعلن أن الفنانة رجاء الجداوي بتستكمل بروتوكول علاجها ولسه ما رجعتش لمنزلها بعد ما أظهرت المسحى التانية لها بعد حقناها ببلازمة المتعافين استمرار إصابتها بالفيروس والبلازمة ما أثرتش عليها بالإيجاب ولا بالسلب وده تسبب في إحباط الفريق المعالج وبعد ساعة من انتشار الخبر كشفت مصادر تبية في مستشفى أبو خليفة عند تدهور حالتها الصحية مرة تانية وتم وضعها على جهاز التنفس الصناعي من جديد وأكدت المصادر أن حالتها كانت تحسنت خلال الأيام اللي فاتت إلا أنها تدهورت مرة تانية وأجرت المسحى التالتة لها وفي انتظار نتيجتها وفي حالة سلبية التحليل هتعمل تحليل تاني بعد 72 ساعة وحرارتها دلوقتي 37 درجة ونسبة الأكسوجين في الدم بتتراوح يوميا ما بين 98 و 99 والضغط والنبض مستقرين ومزالت على جهاز التنفس ولكن حالتها النفسية السيئة هي سبب تأخر تحسن حالتها الصحية لحد دلوقتي فحتى لو ظهرت سلبية التحليل هتفضل في غرفة العناية لأنها بتعيني من مشاكل في التنفس ومش هيقدروا ينقلوها المستشفى تانية حتى لو استعينوا بإسعاف مجهزة هيكون في خطورة على حياتها تصدر هاشتاج رجاء الجداوي موقع التواصل تويتر ودعموا تدولوا الهاشتاج بالشفاء العاجل ليها بعد ما طالبت الفنانة محبيها بالدعاء ليها وإتمام شفاءها على خير وكتبت أميرة مختار بنتها الوحيدة عبر حسب على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مومي مازالت في الرعاية المركزة وعلى نفس الجهاز بس للأسف تعبانة ادعو لها أرجوكم ربنا يشفيها ويشفي كل مريض الجدير بالذكر أن صاحب دخول الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي العزل الصحي إشعاعات كتير كل ساعة على السوشيال ميديا الأمر اللي تسبب في إزعاج أسرتها وطلبوا من مروج الإشعاعات الدعاء ليها بدل من نشر وترويج الإشعاعات اللي أثرت على نفسية وصحة الفنانة الكبيرة داخل العزل الصحي وفي نهاية الفيديو ندعو للفنانة القديرة رجاء الجداوي بالشفاء العاجل وبكده يكون خبر النهاردة انتهى مع السلامة ونتقابل في فيديو جديد